السلام عليكم اليوم حبي احكي معكم عن الطريقة الصحيحة لاخذ الادوية في شهر رمضان خلال الشهر الفضيل ساعات افطارنا بتكون محدودة هي بتكون الوقت اللي متاح لنا انه ناخد ادويتنا سواء كانت حبوب او شراب فبهذا الفيديو حبي احكي لكم عن الطريقة المثالية لاخذ هاي الادوية والتنسيق ما بين وجبات افطارنا وصحورنا عشان نحصل الفايدة العظمى من هاي الادوية رح احكي اول اشي عن ادوية مريض السكري مريض السكري الطبيب ممكن يوصف له اكتر من نوع من الحبوب طبعا في ادوية ممكن ياخدها قبل وجبة قبل الطعام بحوالي نصف ساعة زي الكلبزايد هذا الدواء بحفز البنكرياس انه ينتج الانسلين عشان ينظم السكر اللي في الوجبة القادمة فمشان هيك ضروري مريض السكري انه يلتزم بتعليمات الطبيب فنازم اول ما يأذن انه ياخد حبة الدواء مع كاسة مي ويستنى نصف ساعة قبل الافطار ممكن بها الوقت هو يصلي او ممكن كل العيلة تتعاون معه العيلة مثلا تفطر تمر ومي وهو يفطر دواء السكري مع المي وجاهزه سفرة الافطار بيكون مريض نصف ساعة تقريبا بالنسبة للأدوية دي بتتاخد عند الافطار فهذه الادوية مريض السكري بياخدها وقت الافطار مع كاسة مي بعدين بيتناول وجبته بالنسبة لدواء الميتش فورمن اللي هو كتير من الناس بيسموه مساعد السكري فهذا الدواء أنسب إشي أن يتاخد خلال وجبة الافطار كتير من مرضى السكري بأجلولة بعد وجبة الطعام بس النتائج او افضل النتائج ممكن أنه نحن نحصلها لما ناخد هذا الدواء مع وجبة الافطار او خلال الأكل عشان نتجنب المشاكل او الاثار الجانبية اللي ممكن يعملها هذا الدواء على المعدة في حال انه مريض السكري نسي ياخد دواء قبل الافطار بنصف ساعة او عند وجبة الافطار او خلال وجبة الافطار فهو بيقدر ياخدها أول ما يتذكر الدواء إلا في حال كان أنه ذكرها عند الجرعة الثانية من الأدوية في ساعتها الأدوية اللي نسيها ما بياخدها وبياخد دواء على وقته من غير ما يضاعف الجرعة عشان ما يصير عنده نخفات في السكري أو يصير عنده مضاعفات من الدواء تانية أدوية بدي أحكي عنها اللي هي أدوية المعدة بعض المرضى بيعانوا من قرحة في المعدة أو من الارتداد المريئي أو زيادة أحماض المعدة أو مشاكل أخرى طبعا ممكن الطبيب يوصف له محبوب اسمها البروتين باب انهيبيترز أو البي بي آي زي الإزوموبرازول واللانزوبرازول هدول الأدوية أحسن إشي يتاخده قبل وجبة الطعام بنصف ساعة لأنه هاي الأدوية بتمنع إفراز الحمض من المعدة فالصائم ممكن أنه عوقت الإفطار ياخد هذا الدواء مع كاسة مي ويستنى مدة نصف ساعة قبل ما أنه يبلش بوجبة الإفطار عشان يحصل النتائج المثالية من هذا الدواء في حال أنه المريض نسي ياخد هذا الدواء قبل وجبة الإفطار بنصف ساعة فممكن ياخده أول ما أنه يتذكر وفي حال كان أنه الطبيب واصف له جرعتين من هذا الدواء وتذكر أنه نسي ياخد الجرعة الأولى عموعد الجرعة الثاني فهو ما يضاعف الجرعة وياخد جرعته الثاني بوقتها آخر شي بدي أحكي عنه اللي هي المكملات الغذائية والفيتامينات ممكن أنه المريض أو الشخص متعود أنه دائما ياخد مكملات غذائية بشكل دائم أو مثلا عنده نقص معين بالفيتامينات ومعادل معينة فهو بياخد هاي الفيتامينات كعلاج بدنا نحكي بدي أول إشي عن الفيتامينات الزائبة بالماء زي فيتامين بي وفيتامين سي والفليك أسد هادول طبعا أحسن إشي يتاخدوا على معدة فاضية ممكن قبل الإفطار بنصف ساعة مع كمية كافية من الماء أو بعض الإفطار بساعتين على معدة فاضية ثاني نوع من الفيتامينات اللي هي فيتامينات الزائبة بالدهون زي فيتامين ك وفيتامين إي وفيتامين دي وفيتامين إي هادول الفيتامينات أحسن إشي يتاخدوا خلال وجبة الإفطار لأن وجود الدهون في المعدة يساعد أو يحفز انتصاص هاي الفيتامينات وآخر شي بدي أحكي على البيتامينات اللي بتاخدهم الحامل اللي بتكون تحوي على النسبة من الفوليك أسد هاي الفيتامينات بتاخدهم عشان تتجنب التشوهات اللي ممكن تصير في أول ثلاثة شهور من الحمل هاي الفيتامينات أحسن إشي الحامل تاخدها قبل وجبة الإفطار بنصف ساعة أو بعض الإفطار بساعتين مع كمية كافية من الماي في حال إنه كانت هاي الفيتامينات عم تعملها تعب في المعدة فممكن إنها تاخدها مع وجبة الإفطار يعني خلال الوجبة أو ممكن إنه تستبدل هذا المنتج بمنتج من شركة تانية البيتامينات خاصة للحامل ويكون يخفي أخف هذا المنتج على المعدة أهم إشي بالنسبة للبيتامينات والمكملات الغذائية إنه إحنا نتجنب إنه نشرب أي مصدر للكافيين سواء كان قهوة أو شاي أو قهوة سريعة التحضير نتجنب هاي الأشياء لمدة على الأقل ساعتين بعد أخذ الفيتامين عشان ما يأثر على امتصاص هاي البيتامينات في النهاية الله يديم عليكم الصحة ويتقبل صيامكم السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر